شاهدنا ومعنا الدكتور أحمد المساعفة ناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم أهلا بك دكتور أحمد دكتور أحمد يعني بالبداية سنسأل عن جهزية المدارس يعني للعام الدراسي الجديد وأيضا كيف تجري الخطط الموضوع لضمان العودة الآمنة للمدارس أسعد الله مساءك أخي أحسين وجميع المتابعين لقناتكم الجميلة وزارة التربية والتعليم تكثف استعداداتها وتجهيزاتها لبداية عام دراسي جميل وجاهي يتلقى فيه الطلبة تعليمهم داخل غرفهم الصفية وبالتالي هناك اجتماعات دورية مستمرة برئاسة معالي وزير التربية والتعليم وحضور عطوفة الأمن العامين ومدراء الإدارات ومدراء التربية هذه الاجتماعات أسبوعية للوقوف على جاهزية الميدان التربوي كما أن هناك زيارات مستمرة من قبل العاملين في مركز الوزارة ومن قبل المدريات إلى المدارس لمشاهدة هذه الاستعدادات ولبحث كيفية البدء بعام دراسي وجاهي إن شاء الله تعالى نعم دكتور أحمد بخصوص جاهزية المدارس سأسأل بخصوص أن هناك عدد من أولياء أمور الطلبة يعني شكوا من عدم جاهزية بعض المدارس ومن ضمن هذه المدارس يعني مدرسة في كفر أسد بلواءة الوسطية في إربد يعني تعاملكم أنتم الآن مع التصدعات في المدارس يعني الجاهزية للبدء العام الدراسي الجديد سيد العزيز نحن في وزارة التربية والتعليم قمنا بتشكيل غرفة عمليات وغرفة العمليات هذه منعقدة بشكل يومي أيضا في مدريات التربية والتعليم غرف عمليات وهي أيضا منعقدة بشكل يومي ونستطيع نحن من خلال في مركز الوزارة عقد اجتماعات مرئية مع غرف العمليات غرفة العمليات عندنا في وزارة التربية والتعليم تتضمن فريق متخصص في عمليات موظف مسؤول عن عمليات الصيانة عن عمليات تأمين المدارس بالكوادر البشرية عن الروابط الإلكترونية الخاصة بتطبيق البروتوكول الصحي فأي ملاحظة تردنا في غرفتها العمليات نتعامل معها بشكل فوري وبالتالي فإن عملية صيانة المدارس مستمرة وهذا لضمان بيئة صحية آمنة لطلابنا لكي يبدأ العام الدراسي وعلى ما نحب ونشتهي إن شاء الله إن شاء الله دكتور أحمد سنسأل الآن بخصوص تقييمكم أنتم حتى الآن لبرنامج الفاقد التعليمي سيد العزيز برنامج الفاقد التعليمي هو من البرامج الرائدة التي أطلقتها وأعدتها وزارة التربية والتعليم تم التحضير لهذا البرنامج منذ فترة ليست بالبسيطة قمنا بتدريب المعلمين على كيفية تنفيذ هذا الفاقد التعليمي قمنا بإعداد وطباعة الملازم الخاصة والحمد لله تم تسليمها للطلبة هذا البرنامج يستهدف المفاهيم والنتجات الرئيسية في أربعة مواد رئيسية هي العلوم والرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية هذا هو الأسبوع الثاني لتنفيذ هذا البرنامج والحمد لله الأمور تسير على ما يرام وكما هو مخطط له ونلاحظ نحن في غرفة العمليات ارتياح كبير جدا من أولياء الأمور ومن الطلبة ومن المعلمين على كيفية تنفيذ هذا البرنامج وهو يعد صورة مصغرة لبدء عام دراسي إن شاء الله أعداد الطلبة الملتحقين بهذا البرنامج أعداد كبيرة جدا والمدارس تضمن لهم بيئة صحية آمنة والحمد لله الأمور تسير على ما يرام نعم طب دكتور سأسأل بخصوص عدد الطلبة الذين انتقلوا من المدارس الخاصة خلال هذا الفصل إلى المدارس الحكومية إذا ما كان عندكم أرقام حتى الآن سيد العزيز نحن بالتحديد بتاريخ 27 سبعة قمنا بتعميم كتاب إلى المدريات يتضمن أسس قبول وانتقال الطلبة الأردنيين وغير الأردنيين عملية الانتقال ما زالت مستمرة بين المدارس الحكومية والخاصة هناك الطلبة ينتقلون من الخاص إلى الحكومة وبالمقابل أيضا هناك بعض الطلبة ينتقلون من المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة من الصعب جدا أن نحدد إحصائية دقيقة وذلك كما قلت لك بأن العملية ما زالت مستمرة وأيضا هناك بعض أولياء الأمور عندما يقوم بتسجيل ابنه في المدرسة فإنه يسجل في أكثر من مدرسة على قائمة الاحتياط وبالتالي هذا يجعل من الصعب أن نعطي إحصائية دقيقة لكن العملية مستمرة وأؤكد لك أنه لن يبدأ العام الدراسي إلا وقد تبين لكل طالب مدرسته اللي إن شاء الله راح يدوم فيها نعم دكتور أحمد نستغل وجودك معنا وأيضا نسأل أسئلة يوجهها أولياء أمور طلبة بحال ظهور إصابة في صف خلال العام الدراسي طبيعة الخطط الموضوعة إذا ما كان هناك إصابة من ضمن طلاب صف واحد سيد العزيز قامت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة بإعداد دليل العودة الآمنة للمدارس هذا الدليل يتضمن البروتوكول الصحي الآن إذا أصيب أحد الطلبة وتبينت إصابته بفيروس كورونا هذا الطالب يتحول إلى شكل التعلم عن بعد وحده ويستمر بقية الطلبة في التعلم الوجاهي إذا وصلت نسبة الإصابة إلى 10% فأكثر في الشعبة الصفية الواحدة يتم تحويل هذه الشعبة فقط إلى التعلم عن بعد وأما في المدرسة بشكل كامل إذا وصلت نسبة الإصابات في المجتمع المدرسي وعندما نقول مجتمع مدرسي نقصد المعلمين والكادر الإداري والطلبة إذا وصلت نسبة الإصابة في المجتمع المدرسي إلى 10% فأكثر يتم تحويل هذه المدرسة إلى شكل التعلم عن بعد إذن كل حالة تدرس بحالتها نحن كما قلت لك ماضون في تنفيذ التعليم الوجاهي ونؤكد على ذلك لكن هذا البروتوكول الصحي أيضا يتضمن الاشتراطات الصحية التي تضمن بيئة صحية آمنة وأسأل الله تعالى أن ينعم على بلدنا بيئة تخلص من هذا الوباء قريبا إذن دكتور نتمنى لكم التوفيق للطلبة أيضا إذن الدكتور أحمد المساعفة الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم شكرا جزيلا لك